اشتركوا في القناة اكد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على اهمية المبادرات التي ترسخ اعمال الخير وتجعلها ثقافة عامة في المجتمعات واشاد سموه بالدور الذي تنهض به جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة للعمل الخيري وفاء لأهل العطاء وباسهاماتها في استنهاضهم من الخير والبذل وتسليط الضوء على من يسخر جهده ووقته في خدمة وطنه وامته جاء ذلك لدى تشريف سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لحفل تسليم جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة للعمل الخيري وفاء لأهل العطاء والذي اقيم تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وقد القى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة كلمة قال فيها إن أعمال الخير في هذا البلد العزيز كانت ولا زالت تتدفق بالعطاء ويجب أن لا تنضب أبدا رغم كل الظروف المحيطة وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادتنا الرشيدة التي أضاءت لنا طريق الخير والعطاء في هذا الوطن الغالي بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدة وسيدي صاحب السمو الملكي الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وأكد سموه أنه منذ ما يقارب العشر سنوات الماضية أطلقنا جائزة الإبن البار والابن البار ومن ثم سعينا لنشر الوعي بالاهتمام بالوالدين والمسنين وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما نلقاه من دعم ورعاية واهتمام من لدن سيدي صاحب السمو الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر والذي طالما أكد علينا بضرورة الحرص على دعم ومساندة أعمال الخير والعطاء في مختلف المجالات وتطوير أوجه دعم أعمال الخير في هذا البلد المعطاء فسموه قدوتنا وقبس النور الذي نهتدي به في طريق دعم من يعطي ويبدل في سبيل وطنه ومجتمعه وعليه فقد تم تغيير مسمى الجائزة لتشمل كل أعمال الخير والعطاء وأن لا تقتصر على الوالدين والمسنين فقط وفي هذا المقام نستذكر بكل حب وتقدير الدعم الكبير والمساندة اللامحدودة من لدن الوالد العزيز سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بالاهتمام بأعمال الخير وغرس قيم التراحم في المجتمع فلكم يا صاحب السمو منا جزيل شكر والعرفان ومن جهتها عربت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة العمل وتنمية الاجتماعية في كلمة لها نيابة عن المكرمين عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة على إطلاق سموه لهذه الجائزة وما تمثله من دافع لإثراء المجتمعات بأعمال الخير والبذل والعطاء كما تم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي يجسد الاهتمام الذي يبديه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأعمال الخير وما يقدمه سموه من نموذج فريد للقيادة التي تسعى دائما للبذل وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة شعوبها والإنسانية جمعا ثم تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة بتسليم الجائزة للفائزين بها من الأفراد والمؤسسات من داخل وخارج المملكة حيث أعرب الجميع عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يمثل حافزا لهم لتقديم المزيد في ميدان العمل الخيري والإنساني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر